انا حرجع تاني اليسرية وبساطتها ولززتها وضحكاها وعلاقتك بالولاد يعني العلاقة ما بينك وبين الولاد فيها علاقة بينك وبين ابنك فيها شبه مين اكتر واحد كنت بتقولي نفس الكلام في البيت وتقوليه في المسلسل نور وعمر نور ابني في المسلسل عمر محمد فوزي في البيت الاتنين مغلبينك يعني كان نفس الاحساس والاتنين مقدبين كده يعني عمر حتى لما بيتفرج على نور يقضي بسلي ويدحك لانه حاسس ان كأن المؤلف عايش معنا في البيت يقولي كيش الحمي بقى مكفى انت يعني بطلع عيني في البيت لا اهو بيقولي عشان تشوفي ردود الافعال من الشارع انا ما بحكيش اه شوفي بيقولولك ايه بيغير عمر لو يبقى فيه ولاد انت ام ولاد ولا بيعتبر ان انت فنانة لا خالص عمر بيجيب لي ولاد ابقى امهم اه يعني انا عندي صحاب عمر واكيد بنتك بتعمل كده وده جميل انك تبقي ام طبعا عندك احتواء للولاد صحاب ابني يعني صحيح مامات صحاب عمر ساعات يبعتوهم وعندي عودوا اكيد العلاقة بينك وبين انوشكا ما هي برضو علاقة يعني عارفة باكيزة وزغلول يعني رايا وسكيء يعني كان فيه علاقة كده كواليسكو كتعاملة ازاي انوشكا انا بحبها جدا وشخصية كده السهلة وطفلة طفلة كبيرة انوشكا انا حبها جدا وهي تحبني ودايما نتكلم مع بعض من فترة للتانية وساعات مثلا انا بقى ماضي عمل وانوشكا تيجي نكمل واشتغلت معا زمان كان بطل علي انوشكا في احد الافلام بتاعت المبنى العظيم ده انوشكا لما كنا بنشتغل مع بعض لازم تخبط عليها بيسعيدك ده جدا لا بيسعيدك انك يعني ايه تقولي نفسك ايوة يا وفاق شوفي كنت ازاي وصلت دلوقتي قدام اللي كانوا ابطال عليك رحلتي ايوة ومش عايب على فكرة مش عايب طبعا طبعا يعني بفخر بدا ان انا دلوقتي وقفة في مكانة جنب زملائي بعد رحلة تعب وكفاح فيش حاجة بتيجي بالسهل لازم نفضل نتعب طول ما احنا ربنا قال وقل اعمله صح ما قالش وقلت كمان انو خالد النبوي اصر على انك تبي موضي طبعا طبعا وده وقال لو انتي ما وفقتيش هيكلمني هيكلمني بنفسه ايوة ما ساروة خليتوش كلمني اني ريحته لان العمل يستحق بجد ان احنا كنا نشتغل فيه ونحط ادينا في اديم بعض شركة كمان مهمة زي ارومة الحقيقة كانت مصرة برضو على وجودي وانا كنت اشتغلت وكنت اصحبت تجربة معاهم قبل كده حاجة نكحة جدا في الا انا اول موضوع ايوة فقررتي ان انتي هتدخلي راجعين يا هو عارفة بيبقى فيه ناس وشها حلوة عليك ايوة طبعا هو كواليس العمل والروح كان مش عارفة اسرة ولاية على رمضان حقيقة يعني حسينا كده ان احنا معاكم يعني في البيت انا كنت حاسة ان الجمهور معانا جوه الشاشة واحنا كنا بنطلع له من الشاشة حقيقة وهو الناس بتحب الفنان اللي يروح لهم لحد عنده ايوة احنا بنروح صحيح ها